مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وحادثنا الآن عن قمة مجموعة الـ 20 لأن ما فيه الشك أن القمة دي اللي كانت بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هي قمة عقدت في وقت غاية في الأهمية في أسطى تحديات كتيرة أوي وأزمات عديدة يعاني منها العالم أجمع وما فيه الشك أيضا أن فيه إسهام مصري كبير في قمة الـ 20 وده بعد ما تحدث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدم روشيتة بصوت الدول النامية والإفريقية وعبر عن شواغلها أيضا خلال الفترة الحالية من تحديات وأزمات بيمر بيها الدول النامية والدول الإفريقية جمانة ويتنعكس أيضا عن الدول العالم بكل تأكيد أحمد يعني خاصة كمان أنه المحاور الأساسية في الكلمة التي ألقاها سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة ركزت على ضرورة معالجة تحديات الهيكل المالي العالمي خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة وافية عن أعمال قمة العشرين هنستعرضها دلوقتي بعضفنا في الستوديو دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية سبع الخير يا رحضي لك دكتور منورنا في السيديو سبع الخير يا مصر سبع الخير يا فندي مع حضرك سبع خير أزيح من الأهل سبع الخير يا دكتور دكتور حامد في الحياة يعني كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت كلمة يعني وافية وتضم العديد من النقاط الرئيسية ودائما حينما يتحدث الرئيس يتحدث من منطلق وضع الأزمة والتحديات وكيف يمكن أن تحل زي قرأت كلمة السيد الرئيس في هذه القمة كلمة الرئيس السيسي كانت كلمة محددة وكاشفة للأزمات اللي بيمر بها العالم بشكل واضح على اعتبار أن كان فيه أزمات وترقمات ظهرت في الفترة الأخيرة نتيجة أولا أزم الكورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وانعكسات ده على ملفات رئيسية بتمس حياة الشعوب في كل دول العالم سواء أزمة الغذاء وده اللي أشار إليه فقامة الرئيس السيسي في كلمته وطلب بشكل واضح من ضرورة أن تتحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للحبوب وده لأن القيادة السياسية المصرية ومن خلال إدراقها الكبير لخطورة هذه الأزمة على حياة الشعوب الأفريقية وباعتبار أن مشاركة الرئيس السيسي ليست بصفة الرئيس المصري فقط ولكن باعتباره هو صوت أفريقيا وأيضا صوت الدول النامية في تجمع اقتصادي هو التجمع الأكبر في العالم وبالتالي دول مؤسرة في داخل هذه المجموعة هذه المجموعة بتضم أكبر ثلاث دول لإنتاج الحبوب في العالم سواء الصين والهند بس تلك الدولتين لا يقوموا بالتصدير لأن في اعتبارات أخرى الدولة الوحيدة التي تقوم بالتصدير في داخل مجموعة العشرين أو لها حصة كبيرة في التصدير ويخدم على شعوب القرى الأفريقية طبعا هي روسيا لأول مرة حصات قياسي للدولة الروسية هتنتج حوالي 92 مليون طن من الحبوب هيتم تصدير حوالي 46 مليون طن وأعلن الرئيس بوتين بشكل واضح أنه هيوصل حوالي مليون طن من الحبوب للشعوب الأفريقية مجانا وبالتالي القيادة السياسية المصرية ومن إدراقها أن هذه القضية هي قضية محورية ينظر إليها العالم بأنها تحديات حقيقية لأنها تمس الغذاء وتمس حياة الشعوب وبالتالي القيادة السياسية ركزت على هذه القضية أيضا ركزت على قضية مهمة جدا ودائما وأبدا يعني فيه رؤية استشرافية للدولة المصرية لأن الأزمات العالمية أصرت بشكل كبير على موضوع الديون الديون مشكلة كبيرة مشكلة مؤسرة جدا فيه تعصرات مالية كبيرة لأن أغلب الاقتصاديات في الدول النامية هي اقتصاديات غير قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة وفيه ديون مثقلة ومن سنوات طويلة وبالتالي تعي القيادة السياسية المصرية أنه لابد من إسقاط هذه الديون حتى لا تتعصر هذه الدول أكثر وأكثر وبالتالي أيضا تؤثر على حياة الشعوب الجزئية المهمة أيضا هي تعددات القضية بما يخدم التحولات السياسية الحقيقية التي تشهد الآن نوع من التغير في المشهد الدولي وبتحتاج رؤية استراتيجية من كيفية إيجاد عالم متعدد الأقطاب ولكن ليس بهدف على متعدد الأقطاب ولكن لكي يكون هناك عدالة في كل شيء لأن هذه النقطة تحديدا ستنعكس بشكل إيجابي على نظرة المجتمع الدولي للقضايا المحيطة سواء في القرى الأفريقية في الخليج في أسيا كل هذه هناك قضايا كثيرة ظهرت في النظام الدولي أحادي الجانب ولم تستطع الدولة الوحيدة التي تحكم العالم السيطرة على هذه الأزمات ولم تستطع أيضا إيجاد حلول لها وبالتالي كان لازما أن نتحول إلى عالم الثلاثية القضية أو ربعية القضية وده اللي جعل قمة العشرين بتنظر للاتحاد الأفريقي بمثابة طوق نجاة يعني كله بينظر أن أفريقيا لا تستفيد من قمة العشرين أرى العكس تماما أرى أن مجموعة العشرين ده مهم جدا هي لا تستفيد ده بكل تأكيد يعني نخلينا ننظر لعدة نقاط وننظر بالمختلف الزوايا فكرة دعوة سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه القمة في ظل كل هذه المتغيرات اللي مش بس بتحصل في العالم ولكن بتحدث أيضا في القرى الأفريقية تاني نقطة فكرة إعلان الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين ووجود سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة التي يتم فيها هذا الإعلان في نفس الوقت شايفين يمكن العالم كله بينظر للقرى الأفريقية وخلينا نقول أنه فيه تجاذب أو خلينا نقول أنه فيه استقطاب محاولة يعني كبيرة جدا لاستقطاب القرى الأفريقية وشايفين اللي بيحصل في القرى الأفريقية حاليا شايف حضرتك هذا المشهد قراءة تكليئة وفكرة ليه الآن الإعلان عن الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في هذه القمة بتضم أكبر الدول في العالم لو كلمنا عن روسيا الصين اليابان الهند الولايات المتحدة الأمريكية يعني نتكلم في مشهد غير معتاد سؤال حضرتك يعني ما شاء الله متشاعب وكبير وجميل ولكن لازم نرجع لعام 2019 عندما ترأست مصر للتحاد الأفريقي وظهرت قوة أفريقيا الاقتصادية بشكل واضح بعد توقيع الاتفاقية القرية التجارية الحرة اللي هي بتخدم حوالي 1.3 من 10 مليار نسمة وده رقم كبير جدا وده سوق كبير جدا سوق وعد بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكل دول مجموعة العشرين والولايات المتحدة والصين يعني الصين حجم التجارة ما بينها وما بين القرى الأفريقية بيصل لـ 258 مليار دولار الولايات المتحدة حوالي 65 مليار روسيا من 14 ل 15 مليار وده بيظهر حجم القوة الاقتصادية للقرى الأفريقية على الرغم أن حتى هذه اللحظة لم يتم الاستفاد من القرى الأفريقية البكر لمليانة من الخيرات وبالنسبة لهذه الدول هي المغزل للمواد الخام والمعادن وخلافه القرى البكر حتى الآن حتى هذه اللحظة وبالتالي بعد وضع هذه الاتفاقية نجد أن ثقة الشعوب الأفريقية في القادة السياسية المصرية زادت بشكل كبير وانعكس ده أنه احنا شوفنا في عام 2021 مباشرة رئاسة مصر لمجموعة الكوميس وبعدها مباشرة فوز مصر ورئاستها لأنباد لمدة عامين وده بيؤدي وبشكل واضح إلى أن هناك رؤية استراتيجية بيتم سياغتها للقرى الأفريقية بشكل مؤخرا زيارة طبعا الفتاح البرهان لمصر مؤخرا وفي أول زيارة خارجية ليه ده دلالة كبيرة جدا على المكانة اللي بتوليها الشعوب الأفريقية للدولة المصرية وانعقاد مؤتمر دول جوار السودان وهموم مصر بقضايا القرى الأفريقية بشكل كبير حتى ليس فقط على المستوى السياسي ولكن احنا شهدنا أن بأيدي مصرية وبشركات مصرية للعمل على زادة التنمية وبصدق داخل القرى الأفريقية تنفيذ سد جوليوس نيري في تنزانيا وده دلالة واضحة بالإضافة إلى أن مصر نجحت أيضا في تنفيذ المرحلة الأولى والتانية والثالثة من مشروع القاهرة كبتاوين اللي بيضم ما بين طياط وحوالي تسع دول ونجحت مصر في تنفيذ هذه المراحل بالإضافة إلى المشروعات القومية الضخمة اللي بتقوم بها الشركات المصرية الوعيدة في الكثير من القضايا وعادة الإعمار اللي بيحصل في دول الجوار أيضا وعادة الإعمار لأن الدولة المصرية اكتسبت خبرات وترقومات كبيرة جدا نتيجة قيامها بأدوار متعددة سواء سياسيا سواء اقتصاديا وأسبح لدى الدولة المصرية مؤسسات على كافة المحاور تستطيع أن تقوم بما لا تستطيع أي دولة القيام به بشكل واضح ودون أي مجاملة وبالتالي القرى الأفريقية يعني لما هنقول بقى لاتحاد الأفريقي وأهمية انضمامه لمجموعة العشرين الاتحاد الأفريقي قمته أو الاستثمارات اللي فيه أو التجارة البنية بتصل لحوالي 3 تريليون دولار ده رقم كبير جدا القرى الأفريقية نتيجة أن هي ارتبطها بمجموعة العشرين هتحتاج بنية تحتية أساسية عشان نقول أن فيه انتقالات داخلية وفيه قدرة على صناعة الاستثمار هتحتاج بنية تحتية بحوالي 5.5 تريليون دولار ودي فرص استثمارية كبيرة لكل الشركات اللي موجودة في مجموعة العشرين بالنسبة للدول يعني وبالتالي أرى أن الأمور بشكل عام بتتجه نحو صياغة استراتيجية جديدة ربط حقيقي ما بين الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين ولابد أن لا ننسى جزئية مهمة جدا نصد أحمد وهي جزئية انضمام مصر لمجموعة البريكس وبموافقة كل الدول ومن أصل 23 دولة تم اختيار الدولة المصرية على رأس هذه الدول كدلالة واضحة على المكانة السياسية والاقتصادية الكبيرة اللي بتتمتع بيها الدولة المصرية في عيون العالم طيب يمكن من بين كلمات السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي أو في تفنيد هذه الكلمة تحديدا الرئيس تحدث عن فكرة سد الفجوة التكنولوجية حتى لا تكون سبب رئيسي لعدم المسوا في المستقبل تحديدا ما بين الدول بعضها البعض وهنا أخص بتحديد الدول النمائية شايف إزاي هذا الحديث تحديدا مع الأخذ بالاعتبار أو في الاعتبار بأنه كان هذه الكلمة تم ضمها لل83 بند اللي وضعهم أو وضعوا في البيان الختامي لقمة الأشوية دي نقطة مهمة جدا جدا لأن الفجوة التكنولوجية دي ظهرة بشكل واضح جدا بنلاقي دول متقدمة جدا تكنولوجيا وعلى مستوى الرقمنة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات المهمة جدا اللي من الممكن جدا إذا أتاحت هذه المعلومات للدول النامية وبدأ يبقى فيه نوع من أنواع التبادل المعلومات وتبادل الخبرات في هذه الجزئية تحديدا لأن في دول على سبيل المثال متقدمة جدا في هذه المجالات سواء الهند سواء الصين سواء روسيا سواء المنطقة المتحدة ولكن هي تغلق على نفسها هذه الجزية تحديدا ولا تريد تبادل المعلومات أو تبادل الخبرات وبالتالي لابد أن يكون هناك انفتاح حقيقي ولكن هذه المرة انفتاح تكنولوجي لأن الانفتاح التكنولوجي سينعكس بشكل إيجابي جدا في الزراعة في الصناعة في كل المجالات المهمة جدا اللي هتحدث انفراجة حقيقية في المشهد الأفريقي على اعتبار أن إذا أرادت أن يكون هناك بالفعل عالم عادل ومتعدد الأقطاب وهادف لتحقيق استقرار منشود في النظام العالمي لابد أن تتعامل مع الدول الفقيرة لابد أن تتعامل مع الدول الأفريقية لابد أن تتعامل مع الدول النامية وده اللي احنا مفتقدين في هذا النظام وهو ما أشار إليه فخامة الرئيس السيسي بشكل واضح وجوزئية مهمة جدا وبالفعل كما حضرتك أشارت هو دم إضافتها من ضمن 83 بند كدلالة واضحة على أن هذا البند تحديدا له أهمية استراتيجية حقيقية إذا أرادت مجموعة العشرين الانضمام لكيام مهم جدا بيضم أكثر من 55 دولة وده هيخدم هذه الدول جميع دكتور حامس عليك ذكرت منذ قليل انضمام مصر لمجموعة البكس والآن وننظر كمان لقمة العشرين فتمت دعوة مصر طبعا متمثلة في سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر أيضا تعتبر تم دعوتها لانضمام لقمة العشرين بصفتها واحدة من الدول العضاء في الاتحاد الأفريقي فوجدنا في مثل الفعاليتين دول هما مجموعتين مهمين جدا كبار جدا لو هنكلم اقتصاديا أو حتى يمكن لو هنتكلم سياسيا أيضا إزاي تواجد مصر يقدرين هو يهينعكس على اقتصاد المصر إزاي هنشوفه إزاي إيه اللي هيحصل يعني أنا زي ما حضرتك أشارتي انضمام مصر أولا لمجموعة البريكس لم يأتي من فراء ولكن نتيجة أن كل دول البريكس أشادت بشكل واضح بالتجربة المصرية بأن الدولة المصرية نجحت في توفير الكثير من أرواح معايير أصلا لانضمام الدول لمجموعة البريكس ما كانش يعني بشكل عشوائي ولازم يكون فيه معايير لهذه الدول حتى تنضم وكان فيه تخطيط من قبل الدولة المصرية وتخطيط خطة بعيدة المدى للوصول لهذه النقاط لأن الوصول لهذه النقطة والانضمام لمجموعة بريكس كان فيه دولة كبيرة جدا متقدمة أو أنها ترغى في الانضمام ولكن لم يحالف التوفيق في هذه الجزئية ونتمنى انضمامهم في الفترة القادمة لأن مجموعة بريكس بهذا الزاخم الحقيقي وانضمام دول أخرى مؤسرة ده هيطفي زخم اقتصادي حقيقي وأيضا سياسي على المجموعات المهمة اللي احنا نقول مجموعة البريكس مجموعة العشرين مجموعة السابع كلها المجموعات المؤسرة والقوية جدا في المشهد الدولي وبالتالي أرى أن انضمام مصر يعني ده كان فيه تحرقات مصرية مهمة جدا نشوف نزيارة مهمة جدا لفقامة الرئيس السيسي للهند في يناير الماضي وباعتباره قنضيف شرف رئيسي لأعياد الجمهورية الخمسة وسبعين وتم توقيع الكثير من الاتفاقيات مع الجانب الهندي فيما يخص الطاقة المتجددة فيما يخص الهيدروجين الأقدر بحوالي تمانية مليار دولار وبعد كده شفنا زيارة مهمة جدا للرئيس الهندي في منتصف هذا العام إلى القاهرة وتوجيه دعوة لرئيس السيسي لحضور قمة مجموعة العشرين ودي المرة التالتة وأيضا على مستوى الصين شرقت مصر في القمة العربية الصينية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية شرقت مصر في القمة العربية الأمريكية والاتنين عقدوا في المملكة العربية السعودية وده بيعكس أن هناك نوع من أنواع تنويع الشرقات الاستراتيجية للدولة المصرية شمالا وجنوبا وانفتاح حقيقي على كل الأقطاب الدولية بما يخدم مصلحة المواطن المصري وبما يخدم الرؤية المصرية نحو التحاول الجمهورية الجديدة اللي ده هو مش شعاره ولكن هو واقع على الأرض سياقته وأرى أن الفترة القادمة ومن خلال الفرص الاستثمارية وتوفير بيئة شرعية حقيقية يستطيع أي مستثمر أجنابي وفي ظل طبعا التدعيات الكارثية اللي وقعت على القرى الأوروبية هيبحث المستثمر عن سوق جديد هذا السوق لابد أن يحقق له أعلى العوائد الاستثمارية ولن يجد أفضل من الدولة المصرية نعم يمكن كمان كان التغيرات المناخية كانت من بين كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا من بين مخرجات هذه القمة تحديدا بفكرة سرعة الانتقال لطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة التغيرات المناخية اللي يمكن أصبح الاحتباس الحراري واللي احنا بنشوفه من تغيرات مناخية بشكل متواتر أو شكل سريع جدا بيضع العالم أمام مسؤوليته اليوم ورئيس تحدث عن الانتقال العادل للطاقة أيضا سؤال مهم جدا جدا لأن أصبحت قضية التغيرات المناخية ليست قضية رفاهية بل أصبحت قضية وجودية مؤثرة على حياة البشرية بشكل كبير جدا ومصر خاصة أن مصر كانت بتستضيف قضية 27 ومن خلال هذا المنتدى العالمي الكبير اللي شارك فيه أكثر من 120 رئيس دولة أو 120 دولة بشكل عام يعني ده ومن كبار رجال الدول الموجودين على الأرض المصرية تم تتشين الجزئية المهمة اللي من الممكن جدا أن يتم البناء عليها في إطارة تنصيق المصري الإماراتي لأن الإمارات ستستضيف قضية 28 مصر نجحت في تتشين صندوق المخاطر والأبرار ورئيس السيسي أكثر من مرة طلب الدول الصناعية القبرى بتحمل مسؤوليتها بشكل واضح تجاه الدول الفقيرة وتجاه القرى الأفريقية وضرورة توفير المئة مليار دولار لكي يتم رفع المعاناة عن الشعوب الأفريقية وأنا في ظني وتقديري أن الشعوب الأفريقي الشعوب الأوروبية ودول العالم الكبيرة والدول الصناعية بدأت تدرك خطورة هذه القضية تحديداً إحنا شفنا حافظ الله الشعب المغربي الشقيق زلزال حدث في المغرب نتيجة التغيرات المناخية قبلها في 6 فبراير الماضي زلزال في سوريا وآخر في تركيا شفنا فيضانات شفنا حرائق شفنا كوارث طبيعية ده نتيجة تعامل الخاطئ من قبل الدول الصناعية القبرى وده بينعكس بشكل كبير جداً على المناطق الفقيرة التي لا تستطيع مواجهة التغيرات المناخية وبالتالي لابد من توفير التمويل اللازم للتغلب على هذه التدعيات وأقصر جزئية ضعيفة جداً في المنظومة الدولية هي القرى الأفريقية لأنها دول فقيرة وده لو سابت الدول القبرى وضعها بهذا الطريق وبهذا الشكل ستشهد موجة نزوح وهجرة غير شرعية ستؤثر على القرى الأوروبية وبالتالي هي تتحمل التبعات الفعلة ده أمر واقع حاصل بالفعل هتتحمل التبعات أكتر يعني هتتحملوا أكتر لو استمر هذا الوضع بهذا الشهر بكل تأكيد طيب دكتور حامد أخيراً يمكن أننا هتحدثنا عن أهمية اللقاءات الثنائية والنشاط المصري الكبير في كل المحافل الدولية كلمنا على نعكاس ده بالنسبة لمصر لكن زي ما كنا بنتكلم فكرة أن مصر تكون متواجدة في كل هذه المحافل الدولية الكبرى موجودة على أكبر الطاولات وأكبر التكتلات العالمية أنها تكون موجودة بهذا الزخم بكل تأكيد في أهمية مصر بالنسبة لهم الأهمية التي تقدمها مصر أهمية مصر بالنسبة لهذه التكتلات هذه التكتلات لابد أن نركز على نظر الدول القبرى وهذه التكتلات للدولة المصرية لأن الدولة المصرية نجحت في وضع قدم مهم لها في المنظومة الدولية وليس فقط على المستوى العربي أو المستوى الإقليمي لأن القضايا التي نتحدث عنها الآن هي قضايا مهمة بالنسبة للعالم أجمع وليس مهمة للقرى الأفريقية أو حتى الشعوب النامية أو المنطقة العربية وبالتالي أرى أن دور مصر المحوري والريادي سواء سياسيا في حل الكثير من النزاعات والسعي بشكل دائم في خلال انتهاج مصر سياسة متزنة سياسة حكيمة سياسة قادرة على احتواء المشكلات والسعي دائم باعتبارها هي عنص الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأيضا من الناحية الاقتصادية مصر نجحت في جذب استثمارات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة نجحت في توفير فرص استثمارية كبيرة جدا داخل الدولة المصرية أيضا مصر هي همزة الواصل لما بين ثلاث قرات نتيجة موقع الاستراتيجي المتميز باعتبارها هي البوابة الرئيسية للقرى الأفريقية وأيضا قرى أوروبا وقرى أسيا ومن الممكن جدا توطين الكثير من هذه الصناعات الهمة داخل محور قناة السويس لكي تتحول مصر إلى مركز إقليمي ليس فقط للحبوب ولكن للكثير من الصناعات لخدمة القرى الأوروبية والأسوية صحيح يمكن ده انعكس أوبان دلالاته تحديدا في القمم التي انعقدت مؤخرا سواء كانت القمة الروسية الأفريقية أو أيضا تجمع البريكس وأيضا نتحدث عن قمة الأشين يعني هذه القمم أظهرت للجميع مكانة مصر وأهمية مصر لدى دول العالم أجمع بنشكر الحياة الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية شكرا للمبوذك معنا في صباح سعيد بودي محرارز أحمد أستاذ جوانا شكرا لحظة